بلا على غير العادة لنتكلم دائما على كرة القدم وإنما على رياضات الأخرى اليوم معنا بطل عالمي في الملكمة الطيلندية سعد بطل العالمي إذن في هذا الاختصاص إذن لو تحدثنا سعد على مشواره ولو بعجلة ثم نتحدث عن المشاكل التي يتعرض لها الأبطال العالميين مثلك هنا في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم معكم بمخيلة سعد من وردين في 1994 بيت المشوارة الإحتراف في الملكمة الطيلندية سنة 2012 في 2012 بيت الإحتراف بيتيت الكمبيتصينا في الألجيري أولاً الإنترنسيوني في تونس 2013 إن شاء الله بيتيت الانترنسيوني في تونس 2013 حصلت على تيتر الانبيكا في تايلند موراً إن شاء الله بوكسي الشمبيونة إسكا عالمية بطلة العالمية إسكا في مصر كلاسي الدوزيان بلس يابر إن شاء الله مورا كمبيتيشون موندية وحتوها إن شاء الله كينغ أوف دورينغ في 2014 2014 2015 كان تتويج أيضاً بمنفسة الانبيكاي في تايلند بلا نتحدث على آخر تتويج للساعد والمشاكل التي تعرض لها مثل هذا البطل بالنسبة لي هذه الرياضة سواء الكيكبوكسينج أو الكيكبوكسينج ملاكمة تايلندية نعم ملاكمة تايلندية أو ناظيراتها أيضاً الكيكبوكسينج أيضاً ربما تواجه نوعاً ما من التهميش الآن ربما الشعب الجزائري وحتى الدولة الجزائرية تتجه نحو الكرة كرة القدم مئة بالمئة نتوجه إلى كرة القدم ونحمل مثل هذه الرياضات وهذا البطل العالمي الذي أمامنا قدم الكثير للجزائر وشرف الجزائر تصور أنه ما فيش سبونسور يعني وحي يتحدث على هذا المشكل على المباشر إذن ساعد تكلمنا على هذا المشكل في الجزائر هنا لدينا مشكلة سبونسوريزم يرون تيجر في البالنون لا يرون سبورت كومبا كان لدينا مشكلة شمبيونات نحن في لارجيريا لدينا 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 مشكلة سبونسور ولكن هناك الكثير من الخارج لدينا مشكلة سبونسوريزم ولكن كما يقولون في تايلند سعر تذكيرها غالية بثارة لا تتخدرش من الخارج لدينا مشكلة بسعر تقليف دربة لهم لدينا مشكلة سبونسوريزم ومشكلة سبونسوريزم كان قانونيزم ما شغل تعمل أي عاونكم من هذا ومنحنا ما لدينا شديك ساحر آخر التتويج كان في 11 من شهر هذا شهر 11 مارس من شهر لو تحدثنا على إحنا في الكواليس كنت تحدثني على وحد الأمور قبرة المواجهات غريبة غريبة بلا لح يحدثنا سعد قبل المنازلة المنازلة دياله وبعد المنازلة المنازلة كان جمعاته مع مكسيكي راي حدثنا وحد الأمور وما شرحنا من الأفضل لعمار تفضل لو تحكينا قبل ما نطلع للأطينان قبل ما غلطوا لي في الأسم في تأشيرة راح لي ديجا بريمير مو البيت قطري راح لي بريمير مو بسكالي أنا في الأسم ديالي بوم خيلة ساعد وما في تأشيرة كتبولي سوم خيلة ساعد أنا دت في بليب ينور بسكالي ديجا كارد فيزا تالتينون راح تلتمك تخيق قال لأخر أنا بالباقاج ديال راح أبطوني مو طلق لك ما تقدرش كيفاش بسكالي غطأ بلو ما راح تلي تأشيرة ديالي ما هذا صفي بروبلم كبير ما جينا باش تدبرنا هذيك الصمت على أخر ما راح مشاكل تعال المصري في النقل باش تحصل على التكاليف يعني قبل التكاليفة قبل التكاليفة الخطأ الفادح الذي هي تكابته ربما القنصولية احنا ما عدناش احنا القنصولية دينا في الجزائر بورطو عندي قط فيزا فيزا مور فيزا مكتب فيها بوم خيلة ساعد من فيزا للاخرى كتبوا لي السوم خيلة ساعد وماشي خطأ زي ما ما طبعي خطأ بالورقة ما بستيرادة لو يشوف لو يكتب اسمها راو يشوف وراو يكتب كيفاش شاف السوم خيلة دي ما لا بالش هنا سعد هنا الخطأ هذا كلفك أنه خسرت مبلغ مالي تأشير نعم خسرت طيلندا نعم نحن وغبرة في حدود ثمانين ألف أو أكثر نعم من بلغها 90 ألف تأشيرات دير 90 ألف نعم سماليين سنتيم أنا كيسر علي برولان ما كوت شغيح بس كعلا سيبو راح تأشير اسمها راح كلش هنا راح نتوقف ونتحدث على الجمعية لعونته نعم نعم كوما شي الجمعية دوما للدخلة تتسمين هذه الجمعية جمعية الفرسان كوما شي هي للدخلة بقاس كعلا كان عندي ديري الترواجر لازم نلحق الله طايلوند سينون طانيون من الشمبيونة هذي دخلت ونجاب تعود شارتلي بي واحد أخر شارت بي واحد أخر زادوا عاونوني كانت عندهم حد صنب باش يخدموا بها الجمعية ديالهم مدوها لي لي باش نطلع عنها بها مخصص الجمعية يعني قدماته لسعد البطل العالمي مدوها لي باش طلاط اسمها هاك روح تلعب كمبيتيسون ديالك اسمها أقرس أمين زموشي هدايا اسمها أولي يقبلوني بات الجماعيةوما اللي يعاونوني باش تلعب مربما تلعط لطيلوند راح تلعب بالآيوطايا يدت قوم على التجنزتي نريد 11 جور كما تلعب من 1 مارس من 1 مارس ؟ نريد 11 مارس الكمبيتسون قولوه التجنزتي لذي يتجون تحبس الميزان يلحق بتحسط مكسيكي هذا المكسيكي وجدوه للقوط هاذا لم تلعب في مكسيكيا كانت أجل من المخصوصات و يتجانبون و يتجانبون و أليست بشكل مكان و يتجانبونه بشكل مهما و يتقيت في مكسيكين سوف يبحث في أجل من المخصوصات و يكون ذهباً خزياننا قبل فى نتحدث بعد يعني إذا ظاهرة أنت سرتيوب وهذا لماذا؟ لإنعدام سبونسوري رح نعود للسبونسور قبل ما لكم بيدي سوم بنهار نعم نعم لكم بيدي سوم بنهار نعم لكم بيدي سوم بوزة جونية ما تدير فيها أولو ترقد بكري أنا أتفان تعدى سوهان جزائري عايش في طيران قلت له لازم تمانية ندخلوا للدار لازم نرقد لازم نرقد لم يجيني تمانية تاع خرجنا الجنس هذك أدبنا مشيطة جديد من حجم والجنس في هذا البيت خرجنا الجنس في بزفع في عيز ما تلاحظ ؟ ما تلاحظ؟ ما نكون هنا في قرارة غرفة شأنني كان عادي من نعرف بني شأنني تكشف بني أدنساء لا يزالون القرآن كيف اعلنا القرآن تمان يتحدون القرآن لا يمودي بالغاربة صحيح دائرة غاربة في تيلاندا تمان يتحدون القرآن ويأكلها ويخذرت معي سيدة دكتور في الرياضة ويأكل التعليف يبدأ كل شيء ما اى قرأ 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 قرأوا امش نحسن انقلوا وانا ننقلوا دور عليها الإيجاب يساكي نخرج بره واش يدير لي اسم هم صرونا بزي الجدال ربعة عصباح ماذا عني بره خفت ندخل احتاط لعنهرب اش تخلت النارة حقود تخلص في البيت هذه قدر تفون بي نربما ايضا لو كان تكفل من وزارة رياضة بهذه الرياضة ربما لكان الجو مغير كان هناك وكان كانوا معناويات كما أيوب هذا الدكتور فرياضة أمين زموشي وكان كانوا دعم يجو معايا بين ثلاثة أشياء وما يطلعوا في معايا فرياضة وما وش خياره كانوا قادرين يجو بساح خياره وقال لك